في غضون ذلك سلم الضابط في جهاز المخابرات العراقي ضياء الموسوي نفسه إلى القضاء للتحقيق معه في حيثيات سرقة الأمانات الضريبية المعروفة إعلامياً بسرقة القرن وقال مصدر أمني إن الموسوي سلم نفسه للقضاء طواعية بعد مفاوضات وجهود قضائية خالصة من دون تدخل سياسي أو حكومي لافتاً إلى أنه وخلال فترة هروبه لم يغادر العراق وكان يختبئ في إحدى المحافظات وهو موقوف حالياً لدى جهة أمنية مهمة والتحقيق معه بدأ فور تسليم نفسه وكانت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت في السابع عشر من تشرين الثاني 2022 عن إجراءات خاصة بملاحقة المدير العام في جهاز المخابرات الهارب ضياء الموسوي ترجمة نانسي قنقر